بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم مسكيري عبدالعلي MVP ميكروسوفت ونواصل في دورة المقارنة بين الفرموركاتو الأربعة واليوم الدرس الثاني من الـ MVC ارتبطتنا الـ MVC والآن أقوم بتعويض الأخ ياسين لأنهم الشغول كما قلت وإن شاء الله سيعود إلينا قريبا ونكمل وصلنا إلى الفيو قلنا أن الـ MVC هناك Action Result تعطيني قائمة الـ Product الـ Product تأتي من ميتود اسمها GetView وهذه الـ GetView حاليا نتعم مع قاعدة بيانات فقط نأتي بالـ Data هكذا فترجع لي قائمة Product ورجعها إلى الـ View إذن هكذا أستطيعي تمرير Data من الـ Controller إلى الـ View عن طريق هذه الكتابة نرجع إلى الـ الواجهة الآن هذه بعدين سأشرح لكم الطريقة الثانية الـ الواجهة لإنشاء الواجهة عندما تنشئ Controller هنا ضيف Controller New Controller وبعد ذلك تضغط على الـ Controller وتقل في الميتود هكذا في الميتود اللي فيها الـ View تقل له Add Add View وهنا أوتوماتيكيا سينشئ لكها في مجلة The View ملف بنفس الـ Action أوكي فهنا عندي Product List نستطيع إنشاء يعني ضغط بزر الأيمن ونعمل Add View ليس Resolve Page نعم أو View هنا Resolve Page وعندما تتحصل على هذه الواجهة تبدأ بكتابة الكود إذن هذه الواجهة عملت قلت له المودل يأتي من المودل هنا مثل ما عملنا مع الـ Resolve Page والآن نريد عرض الـ Data الـ Data سأعمل حلقة تكرارية وإنشاء جدول عن طريق بوستراب كما تلاحظون جدول فيه الـ Header يعني الرأسية أين توجد عندي TH وهنا أقول له أريدك أن تعرض لـ Image وهذا الـ Code يسمى HTML Helper فـ Name وكل شيء وضعته هنا يعني ممكن تضيف إيماج في شكل String فقط أنت حر يعني هل تصل إلى الخاصيات من المودل أو تصلها في شكل String كما تريد بعد ذلك في منطقة Body فأقول له For Each فـ Syntax يكون بنفس كتابة Razor Page و Blazor أيضا كلهم Razor MVC و Razor Page و Blazor بنفس طريقة الكتابة فقط في الـ Web Form كما لاحظتم نسعود قام بكتابة هذا Syntax هذا Syntax القديم أما Syntax الجديد يسمى Razor Syntax Razor فـ For Each مدام هناك إيم في المودل المودل الذي أرسلته داتا في المودل إذن عندي إيم في هذا المودل عندي إيم فمجموعة من الإيم هو مجموعة الـ Product نستطيع أن نسميها Pro وهنا سأصل إلى الخاصيات المفروض نضغط فقط و نعمل Rename يعني أسرع إذن هنا نستطيع الوصول إلى كل الخاصيات الموجودة في الـ Product الموجود في المودل و نستطيع عرض الـ ID و الـ Name و الـ Comment و الـ Play و الصورة كما تلاحظون في شكل صورة إلى آخره في حلقة تكرارية سأعرض الـ Data الآن سأعرض الـ Data هنا ليست Index بل هي Product و Product List لا بد أن أصل إلى مجلد Product ثم بعد ذلك Product List و كما تلاحظون هذه الـ Data لكن لا يوجد عندي فلترة و صورة و باجيناسيون ولا يوجد أني أتصفح و إلى آخره فهذا Grid عادي جدا للـ Bootstrap عندما نريد أن نعرض بهذا الشكل فأنا سأعمل هذا الـ Grid وإلا هناك أيضا مكمونات خارجية جدا رائعة مثل DevExtrem و هناك الكثير من المكتبات من بينها DevExtrem الشيء الرائع في DevExtrem يعني كل شيء و تستطيع أن تقول له No Commercial و تستطيع التعامل معه OK DevExtrem إذن DevExtrem مثل ما عملنا مع رازو Page إذن أقول له عن طريق HTML Helper بهذه الطريقة HTML DataGrid ID أعطي له ID للغريد بعد ذلك Data Source لاحظ هنا ماذا قلت له قلت له ستجد ميتود اسمها Product List وهنا نرجع إلى Controller منذ حين لم نجد يعني Product List بهذا الشكل هذه استعملتها فقط للغريد البوستراب يعني غريد البوستراب لكن هذه ليست View بل هي OK إذن هي Result OK يعني هي Method و لا ترجع Data في View لماذا؟ لأن عندما أعمل View أصل الوصول إليها عن طريق Model أما الآن فأصل إلى هذه الـ Action Result بطريقة أخرى فلذلك لا أحتاج إلى View فنرجع إلى الواجهة هنا لا نحتاج إلى كل هذا فنحتاج إلى توضيح ما دمنا لا نعرف لا نرسل Data إلى الـ Model بل لابد أن نصل إلى الـ Controller إذن أقول له الـ Tip يعني الـ Tip هذا الـ Controller من نوع NVC وليس من نوع AP سنتقلم الـ AP بعد ذلك هذا الـ Controller من نوع NVC وفيه Controller اسمه Product وبداخل Product هناك Action اسمها أو Method اسمها Product List نذهب إلى هنا تجد أنها ليست View بل هي Method ترجع أوكي في الـ Action Result فنستطيع استرجاع الـ Data هنا عن طريق Data Source بعد ذلك نقوم بعمل تخصيص لـ Premier Cellule الخانة الأولى أقول له أريد أن تكون فيها صورة فأكتب بهذا Syntax كي أعطيها يعني TIE لا أريد أن تكون فيها فلترة لا تريد أن تكون فيها Sorting سنحدث هذا يكون أسهل وبعد ذلك سأعرض الصورة هنا هذا تم بلايت للـ Cell أما البقية فهي أعرض للـ Name والـ Comment مثل ما عملنا فوق هنا لكن بالطريقة هذه عن طريق Data Field هذا كل شيء في DevXtrem أنا قام بلا منجوة دفXtrem يعني لدينا تعمل لدينا تعمل لدينا تعمل لدينا تعمل على وصف لدينا تعمل لدينا تعمل لا يوجد عندي أندكس يعني من المفرض يكون عندي أندكس مثلا أو برودكت ليست وترجع لفيو مثل هنا في الهوم لاحظ ترجع لفيو وإلا لا أستطيع لذلك لابد أن تكون عندي هنا لا أحتاج إلى إسر جاء لإرجاع الضغطة لكن أحتاج إلى إرجاع لفيو نعيد فالمفرض يكون عندي product slash index وهذه الداتا كما تلاحظون فيها sort لا أستطيع إضافة الفلترة يعني داب إكسترام جدا رائع فيه الفلترة هنا خاصية الفلترة أكيد لو فلتر فلتر لو true حاجة يعني مثل هكذا نعم هذه visible group تعمل activate لهذا فتتحصل لنا كل الأشياء الخاصة بالغريد هنا عرضنا داب إكسترام الداتا في داب إكسترام عن طريق ماذا؟ عن طريق تعليمه اسمها أولا data source ثم نحدد نوع الكنترولر هو mvc وليس ap بعد ذلك اسم الكنترولر هو product لاحظ أنه هو product controller اسم الكنترول هو product controller لكن لا نكتب كلمة controller نكتب فقط product بعد ذلك اسم الaction هذا عند داب إكسترام عندما يكون عندي mvc الآن نفس الشي نفس التعليمات نفس كل شي فقط ماذا تغير هنا تغير وابا بي وليس mvc إذن هنا ماذا أريد أن أقوله؟ أريد أن أصل إلى الكنترولر لكن من نوع وابا بي وليس من نوع mvc والفرق ما بين product هذا product controller هذا من نوع controller وهذا من نوع controller the buzz أين أحدد أقوله هو من نوع وابا بي حيث تكون فيه method في شكل on the point get http get إلى آخره وبنفس الطريقة فقط يعني هناك أوكي عوضة أن نرسلها في الفيو فنقولها أوكي مثل ما عملنا هنا أوكي يعني نفس كل شيء نفسه فقط يتغير في الرأسية root وأيضا نحدد هنا أنها method get فنجرب هكذا هنا هنا نحتاج الابي يعني عندما نريد يعني التقرب أو الاقتراب من backend frontend حيث ربما نريد بعد ذلك التغيير منطقة view إلى angular أو blazer أو شيء آخر على الأقل يكون عندي الابي يعني حاضر ولاحظ data أيضا جيدة وتعرض data إذن طريقتين عندك طريقة MVC وطريقة الابي وأنت حر في الاختيار بينهما كما قلت هنا ربما يطلب منك مثلا أن تقدم الاندبونج هذه لـ product تريد أن تعطيها إلى شخص آخر إلى تطبيق آخر فتستطيع فعل ذلك عن طريق الابي أما MVC فلا تستطيع ذلك إذن product list ذهبنا إلى product list عرضنا data الآن لا نريد كل هذا والهدف من التطبيق اليوم أو التمرين هو أننا نعرض ماذا بقي لدينا الابي شرحنا الكارد إذن الهدف من التمرين الأول هو إنشاء card bootstrap حيث نمر لها component مثل ما أنشأنا في الدرس الأول أنشأت component اسمه product ووضعت فيه data حيث هنا سأصل إلى لاحظ هنا أستطيع الوصول إلى خاصيات لماذا لأن أستطيع تمرير كبراماتر المودل هنا مررت في كلمة model مثل ما عملنا مع رازو page هنا تشتغل وقلت له data تأتي من product الموجود في المودل إذن سأسترجع من منطقة view هنا لابد أن نرجع إلى الفكرة الأولى التي ترجع لي data هكذا ولا أحتاج إلى هذا هذا استرجعت data في منطقة model نرجع هنا في project وأقول للمرر المودل عند أعمل حلقة تكرارية لكل item المودل المودل ومرر إلى component الموجود في component عندما يصل إلى component سيعرض الصورة name comment المودل لم نشرح هذا الف نستطيع مزج الكود C شارب داخل مع ال H y m وهذا ما يسمى رزور سانتاكس ليس ال sbx عند مسعود عندما شرح الweb form قال sbx وعمل هكذا بهذا سانتاكس لكن هنا في الرازور ورازور بيج ورازور mvc وبلازور نعمل بهذا شكل عن طريق رزور سانتاكس ونمزج فقلت له إذا كان تخفيض أكبر من الصفر فأعرض بهذا الشكل قلنا العرض سيكون مشطب ونعرض نسبة التخفيض بالأورو وإلا إذا كان لا يوجد تخفيض فأعرض لي السعر وحده نجرب الآن وكما تلاحظون هذه النتيجة السعر مشطب والآخر باللون الأحمر إذن نستطيع عمل if alice وعرض الضغط بوسط كومبننتات حلقة تكرارية الكومبننتات السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر